هل تتمنى لو كان عملك الفني أكثر واقعية؟ مر فوق الخطوط بقلم تباعد ثلاثية الأبعاد يبدو رائعاً أليس كذلك؟ يبدو كشار حقيقي على رأسها وفور إضافة الألوان ستصبح الأمور مثيرة للاهتمام لا تقلق سارسم الفن فوق هذا بعد أن ألوين هذه الملابس الرائعة غلما كانت الألوان أكثر كانت اللوحة أفضل أليس كذلك؟ وهكذا ينجح الأمر يا أصدقاء التلوين ثلاثي الأبعاد في أفضل حالاته يمكنني حتى التقاطها طرد من أجل الأنسة جولي أتمنى أن تحبيها يا عزيزتي هل تساءل ما قد يكون ذلك؟ إنها فرشاة شعر فاخرة لا يمكنني أن أصدق أنه تذكر أنني أردت هذا أخيراً رجل يستمع إلي متفقد هذه السطرة؟ لا توجد كتل هنا هتحبين هذا يا نفتتي؟ هذا هو المكان المناسب كيف حالك يا جولي؟ ماذا؟ هل كان الجو عاصفاً في الخارج؟ لأن شعرك يبدو متشابكاً قليلاً لا يوجد ما يمكن رؤيته هنا بعض التمسيط هنا جولي ماذا تظنين؟ إنني كلب بودل؟ على أي حال؟ لا شيء يضعي فرشاة جديدة عقدة متشابكة؟ هيا أخرجي فرشاتي الفاخرة؟ يا جولي ليه بالتأكيد رباه أعلم جيداً كيف أساعدك هجل سأجرب أي شيء؟ هل فقدتم بعض شعيرات الفرشاة؟ اصنعوا بعضها بقلم تباعة ثلاثية الأبعاد لكن انتبهوا قد يستغرق الأمر وقتاً هذا أفضل مدينة الشعيرات يا عزيزي هل ليس هذا مثالي؟ لا أصدق هذا شكراً لك أراك لاحقاً كيف الحال يا عزيزتي؟ شعرك أجل لا تقلاق لدي ما تحتاج إلي الفرشاة أجل أظن عالقة لنذهب في حسب حسناً لا تنظر في أي مرأة فحسب لا مثيل لقليل من التنظيف في الربيع متى كانت آخر مرة نظيفة فيها هذا؟ ركزي هل تسقطين الفتات؟ انتبهي لا يمكنني أن أرى ما يحدث جولي انظري إلى الشاشة كلا؟ ماذا سيفعلون؟ لا أتحمل التشويق برفقاً يا رجل اللاعب 456 يخسر بالتأكيد هذا التشويق يجعلني جائعة للغاية لاحظت كنت تشاهدين هذا لفترة متى كانت آخر مرة استحممت فيها؟ تحتاجين إلى هذا هذا أفضل قليل أنا هتعلمين؟ حان وقت قليل من الزينا ورقة قصدير واحدة في الطريق إليك ها هي لكننا لم ننتهي استخدم الغراع الأسود لتتبع شكل الراز ثور انتهائك حاول محاكاة الشكل بالخشب استخدم هذه الأربطة هكذا استخدم الدباسة للسق كل شيء معاً هذا مثالي ينبغي أن يلائم رأس القصدير ثم استخدم الغراع الأسود لصنع القناع يتطلب هذا الجزء الكثير من الصبر انتهى ربع واحد بعد هذه الخطوط المتقاطعة أخبرتك بأن الأمر سيتطلب صبراً الآن إلى الجانب الآخر يمر الوقت بسرعة شديدة أترى؟ حان وقت الأبيض الآن هل يبدو مألوفاً لك؟ إن شاهدت لعبة الحبار فستعرف ما هذا بالضبط خير أليس كذلك؟ تبقت حلقة واحدة فقط ركزي مرحباً ماذا؟ ماذا؟ هل هذا؟ مستحيل لا تؤذيني لا أود اللعب نلت منكي هذا رائع للغاية أنا موهوبة فحسب يبدو حقيقياً للغاية أليس كذلك؟ إنها حرفتي صغيرة جولي انظري هل صنعتها أيضاً؟ لها أعلم من تكون إذن ثمن هذا أربي بسرعة صباح الخير يا جولي أليس كوبيا الجديد رائعاً؟ إنه لطيف للغاية هل يمكنني رؤيته؟ مستحيل يادات الأصابع الزلق حسناً علي الغثور على مكان للاحتفاظ به فيه هذه الأرفف مطلعة للغاية لن تصل جولي إلى الأعلى هنا ولا حتى وهي ترتدي كعباً عالياً فراك لاحقان إنا لا تنظر أليس كذلك؟ حان وقت سرقة الكوب التواصل يمكنني شعور به تقريباً أجل كلا لا أستطيع تصديق ذلك ستقتلني علي إخفاء الدليل لم ينظر هنا على أي حال قلم طباعة ثلاثية الأبعاد ربما يمكنني إصلاحه ابدأ بتحديد الشكل بالقصدير بعد تغضية القطعة بأكملها دعها تجف ومنزعها تتطلب الخطوة التالية إدعان لنبدأ بقلب أحمر كبير لا تنسوا أن يكون ملائماً للحجم تماماً اسمع خطوطاً من أعلى لأسفل وها قد انتهينا علينا نكون هادئة للغاية لنرى هذا الكوب اللطيف للغاية لا شي أفضل من هذه الأرجوحات أنا قادمة يا كلير انظوري كما أركض سريعاً لن يوقفني أحد الآن شكراً لمشاهدتكم هاتفي من الأفضل أن يمسك به أحد تمكنت منه ها هو سنى ذلك وشيكاً كلا من الأفضل أن لا يكون مخدوشاً هل سمعت عن استخدام غطاء حماية من قبل؟ لكن الشكله ممل تفضيلات شخصية أعلم إن أردت غطاء حماية لطيفة للغاية استخدم قلم الطباعة ثلاثي الأبعاد لصنع تصميم أيمكنك تخمين ما أصنعه الآن؟ سأعطيك تلميحان يحتوي على كثير من الألوان أثناء الجيد لأن لدي كل الألوان هنا والآن الأخضر يتطلب هذا الكثير من الخطوط وبعد الأخضر أعتقد أنني سأمزجه بالأزرق الجميل تفقد هذه الخطوط الجميلة كدنا ننتهي لكن كيف يمكن أن أنسى ضوء الشمس؟ سيبهج هذا أي شخص وفور جفافه ضعه على هاتفك تفقد غطاء حماية هاتفي لم يعود ممنا بعد الآن أليس كذلك؟ أنا فخورة بك لنعود إلى العمل ألم تساعد تميش شيئاً يا كلير؟ ماذا قد نفعل بقلم اتباعة ثلاثية الأبعاد؟ الاحتمالات لا نهاية لها لا تنسوا مشاركة الفيديو مع أصدقائكم محبي الحرف هل شعبتم هذه الفيديوهات؟ اشتركوا في قناتنا لتشاركوا المراح اشتركوا في القناة